شك بنزول رئيس الحكومة يوسف الشاهد ساحة المنافسة على مشارف انتخابات منتظرة أواخر هذا العام وفي حين يسود قلق من تسخير الوافد الجديد لإمكانات الحكومة تخوض الأخيرة صراعها مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يلوح بالاضراب الثاني تحت مترقة صندوق النقد الدولي فهل دقة تحية تونس مسمارا جديدا في النعش السياسي لحزب النداء كيف يتعامل حزب النهضة مع الخصم الجديد على مشارف الانتخابات مصير التفاوض المتعثر بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل المطالب برفع الأجور وإلى أين تتجه تجربة الديمقراطية التونسية في مطلع عام تعد نهاياته بالحسب ترجمة نانسي قنقر بالنقاش الشأن السياسي التونسي بعد الإعلان عن تأسيس حزب تحية تونس المحسوب على يوسف الشاهد رئيس الحكومة قبيل انتخابات برلمانية ورئاسية حاسمة نهاية هذا العام وعلى وقع الاحتجاجات الشعبية على البطالة وتدني الأجور وتلويح الاتحاد العام التونسي للشغل بالاضراب مجددا نرحب أولا بضيوفنا في السيديو الدوحة الدكتور نيزار جويني مدير قسم السياسات العامة وأستاذ الاقتصاد بمعهد الدوحة للدراسات العليا الدكتور المولدي الأحمر أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بمعهد الدوحة للدراسات العليا ودكتور نور الدين الميلادي رئيس قسم العلام بجامعة قطر أهلا بكم جميعا وقبل أن نبدأ النقاش نستعرض السياق السياسي لتأسيس الحزب الجديد في التقرير التالي ما أشبه الليلة بالبارحة الشعارات ذاتها والمنطلقات عينها بل وربما الوجوه نفسها وفي سياق لا يختلف كثيرا عن تأسيس نداء تونس يدشن تحية تونس في ذكرى حافلة بالدلالات وفي مسقط رئيس بورغيبة استحال الشعار العتيد حزبا الغاضبون والمنشقون عن النداء هم الركيزة ورئيس الحكومة يوسف الشاهد هو الغائب الحاضر مسمار جديد في النعش السياسي لنداء تونس الذي لم يطلق مؤتمره الأول بعد فالصدع الآخذ في الاتساع بين رئيس الجمهورية وتلميذه رئيس الحكومة على خلفية سيطرة حافظ السبسي ابن الرئيس على الحزب أفقد النداء أغلبيته البرلمانية جراء موجة الاستقالات ليهبط إلى المركز الثالث بعد النهضة والإتلاف الوطني المنشق عنه وهو ذا اليوم يتبلور في كتلة حزبية جديدة لديها أدوات الحكومة على مشارف انتخابات حاسمة في أكتوبر المقبل إنشقاق جديد داخل حزب حركة نداء تونس نفس الوجوه نفس الشعارات نفس المضامين نفس ما لاحظناه في نداء تونس هو إنسلاح وإستنساق ولكن الجرثومة المسؤولة عن مرض النداء لم يسلم منها الجسد الجديد الذي يسخر منتخذوه من افتقاده البوصلة ومن جمعه الأشتات والأضداد على مبادئ فضفاضة ربما كان أوضحها مجابهة النهضة التي أعاد إليها تصدع التيار المدني الأغلبية البرلمانية أما النهضة فرحبت بالوافد الجديد غير هيابة من تعدد المنافسين الذين يثرون الحياة السياسية غير أن هذا لا يغير من موقفها بين كتلتين يتزعم الأولى رئيس الجمهورية بينما تقف الأخرى خلف رئيس الحكومة الذي لا يربطه بالنهضة توافق مماثل في وجود شرط حياد الحكومة مقابل استمرار دعمها الحقيقة هو أنه ثم أزمة سياسية يوسف الشاهد الذي أثبت بالفعل أنه الرقم الصعب في المعادلة السياسية التونسية يلقي اليوم بحجر في مياه لا تنقصها الأمواج فبعد ثماني سنوات من الثورة الملهمة لا يزال الإضراب العام سيفاً مصلطاً على رقبة الحكومة كما لا تزال مطارق صندوق النقد تهوي فوق رأس السلطة على سندان الاتحاد العام التونسي للشغل المطالب برفع الأجور تفاوض عسير يسعره لهيب المحتجين بالانتحار حرقاً كما تتوعده السترات البيضاء للمعلمين بعام دراسي من اللون ذاته دكتور مولدي الأحمر ما الذي يضيفه هذا الحزب تحية تونس للمشهد السياسي العام التونسي والخارطة الحزبية في السياق الذي تأسس فيه من ناحية الإضافة الإيديولوجية أو فيما يخص البرنامج أو فيما يخص مفهومه للسياسة لا يضيف أي شيء يعني أعضاء المؤسسين صرحوا بصريحة العبارة بأنهم لا يختلفون عن نداء في الخلفية السياسية وفي فكرة الإرث الدستوري التونسي لكن بالنسبة لتشكل الحزب كقوة سياسية مستقلة عن بقايا نداء تونس أظن أنها فارقة كبيرة ومهمة لأن هذا الحزب هو الشذية الرابعة في نداء تونس خرجت منه الشذية الأولى الحزب المتشضي أصلا الأسسها محصد مرزوخ الثانية أسسها العادي وهي تونس أولا أو بني وطني ثم فيما بعد أحدهم أسس حزب ثالث وهو تونس أولا والآن عنا تحية تونس المثير أن هذه الشظايا تبتعد عن الحزب بعضها ثم يعود ثم يعود إلى نفس الحزب ما يمكن استنتاجه هو أن هناك معركة على شيء ما معركة على إرث بقوى اجتماعية يعني نسبيا متمايزة لأنه في رأيي نداء تونس كان يحمل داخله ثقافة التجمع الدستوري الديموقراطي لأن الحجة التي أتى بها يعني يوسف الشاهد ومن معه هو أنهم لا يختلفون مع نداء تونس إلا في الحوكمة ماذا يعني الحوكمة؟ يعني مفهوما في ممارسة السياسة وتنظيم العلاقات السياسية داخل الحزب نداء تونس ورثة بدون ربما أن يشعر بدون ربما أن يريد الثقافة السياسية للتجمع وهو سؤال يعني بشيء من الخبر يعني هذا الحزب جاء ليخدم ديمقراطية لصالح ديمقراطية في تونس أم ليخدم رئيس الحكومة يوسف الشاهد نعم شوف في السياسة دائما تخدم صاحب المشروع والأهداف العامة يعني مبدئيا هذه هي المسألة لكن بما أن سيد يوسف الشاهد في الحكم فهذا يعطيه ميزة اعتبارية وربما مادية تسمح له بالاشتغال بأكثر أريحية مقارنة بمن بقي في نداد تونس وفي كل حالات في رأيي هو الآن الحزب 217 ربما في تونس أظن أنه أمامه تحدي كبير وهو كسب شرعية لماذا؟ لأن كل من أتى إلى هذا الحزب كان في أحزاب أخرى والآن ما الذي يجمعهم يختلف فيه عن النداء ما يجمعهم دكتور نزار جويني هو ما يستلح على تسميته في تونس بالعائلة التقدمية الوسطية الإرث البرجيبي وتبعنا كيف أطلق في مدينة ذات دلالة سياسية وتاريخية هي مدينة المنستير وصور بورجيبي يعني هذا ألا يخلق نوع من الخلط في ذهن الناخب والمواطن التونسي ألم يكن أجدر وأنفع ربما لهذا الحزب أن ينقى بنفسه عن نداء تونس ولا يعلن نفسه خصم أو بديل لنداء تونس طبعا ليلى أول حاجة نشكلك على الدعوة ونحيي مشاهدين الكرام أنا أعتقد أنه هناك تركيز أكثر من اللازم على السياسة ربما نحن دورنا كمثقفين لازمنا نفسروا للناس ما يدور بطريقة معناها بسيطة وشفافة أنا ربما نعطي مثال الذي يدور في تونس بشاب تحصل على شهدة الماجستير عنده تسع أبناء عائلة ويخلص فيه ميتين دينار شاب الميتين دينار يعني اشتغل حارس ليلي هو عنده الماجستير الميتين دينار ما تززيش العائلة لا تكفي لا تكفي العائلة فعنده اثنين أبناء عملوا حزب قالوا والله الميتين دينار لازم نقسمه بطريقة عادلة عنده ثلاثة أخرين عملوا حزب آخر يتهموا في الحزب الفلاني بكذا ولكن الفكرة هو أن الميتين دينار هذه لا تكفي لاحتياجات العائلة خاصة أن الأسعار ارتفعت المنظومة العالمية تغيرت المستقبل الشاب هذا يشوف فيه إذا نحب ننصح نحن شاب هذا ونقول لوش والله تركيز على السياسة وعملوا أحزاب والأحزاب هذه كوناه بالطريقة الفلانية النصيحة تكون يجب أن تشتغل وتنمي من قدراتك بشتخذ شغل أحسن وتجيب معناها كي زملائك اللي عندهم ماجستير تجيبوا عوائد أكثر وتكفي احتلاجات سنتوسع في الشقة الاقتصادية والخلفية الاقتصادية لهذا الحراكة السياسية في تونس دكتور نوردين الميلادي لازمنا نحاول أن نفهم كيف انبعث هذا الحزب للوجود الكثيرون عابوا عليه ربما نوع من الكسل والاستعجال ظهر جليا على الأقل على مستوى تسمية تحية تونس وهناك منظمة تسمى بأنا يقض اي واتش سحبت منه الاسم ويعني بصراحة قالت أن تحية تونس هي عبارة ملك لكل التونسين ولا يجوز لأي كيان سياسي أو غير أن يحتكرها ما الذي جرى لماذا حصل الأمر بهذا الشكل أنا أعتقد بداية أن هذا المولود الجديد إن صح التعبير هو مولود هو نتاج كما ذكر الدكتور المولدي هو تشضي من داخل العائلة الدستورية نفسها يعني ممثلة في حزب نداء تونس الآن الشضايا ربما أخذت أبعاد مختلفة متعددة ولكن أنا أعتقد أن هذه الشضايا ستكبر في المستقبل ولن تلتأم أكثر نحن لدينا الآن مشهد سياسي يتفاعل يتفاعل بشكل أعتقد ونحن قادمون إن شاء الله على انتخابات الفصل الجاي لا نعرف مآلات المشهد السياسي في عمومه الآن المجلس التأسي عفوا البرلمان فيه نهضة 68 فيه تحية تونس 44 فيه النداء 41 ولكن لا يعني أن هذا المشهد يمكن يبقى على حاله لأن هذا الجسم كما ذكر الدكتور المولدي اللي هو تحية تونس لا ندري أنه سيصل إلى مرحلة الانتخابات أنا في رأي أم لا يصل لأن المكونات العجيبة اللي كونت نداء تونس هي نفسها يعني هي التي أنتجت أو جزء منها أنتج هذا هذا المكون الجديد دكتور ميلادي فكرة أن هذا الحزب ولد مهلهلا منذ البداية على مستوى التوقيت التسمية الوجوه المرجعية السياسية وغير ذلك هو ولد بدون أسس ليس له قاعدة نظرية ولد بدون قيادات واضحة لم يكن له مؤتمر تأسيسي إلى حد الآن ما نعلمه إلى حد الآن سليم العزابي هو السليم العزابي من منصة أن يعقد مؤتمره بعد حوالي شهر هكذا قيل ما نعلمه إلى حد الآن هو السليم العزابي هو الذي يدير المشهد لكن ربما من الخلفية هناك قيادات أخرى ممثلة ربما في الشاهد أو قيادات قيادات آخرين تكلمت طبعا النهضة عن هذا الموضوع وأنا أعتقد النهضة هي في الوقت الحاضر رغم ربما الضعف التي تمر به خلال السنتين أو الثلاثة الماضيتين أعتقد هي الفائز الأكبر في هذا التشذي من داخل العائلة الدستورية هل هذا أفضل لتونس وأفضل للنهضة؟ الله أعلم لكن أنا أقول أن على الأقل في المدى المنظور الفائز للفائز الأكبر أتوقع هي حزب النظر أنه هو أكثر تماسكا من غيره هو تمكن أنه يعقد مؤتمره العاشر منه في السنة القبل الماضية كذلك تمكن أنه على الأقل يسيطر على بعض ربما إمكانيات التشذي من داخله لوقعت كذلك قبل السنة الماضية إذن المشهد حقيقة ما زال في تفاعل ولا أعتقد أن المؤتمر القادم أو المؤتمر الأول التأسيسي لتحية تونس أنه سوف يكون الفيصل في إنشائه من عدمه دكتور مولدي تفضل لست متأكدا من أن نشأة هذا الحزب لا يزعج حزب النهضة أظن أن النهضة الآن في رأيي أنها مرتبكة في الموقف الذي يجب أن تأخذه وتسير عليه سنصل إلى علاقة النهضة وتموقعها بالنسبة لهذا الحزب الوليد لكن قبل ذلك يعني تمتع الحزب كما نشأ بالمرتبة الثانية وتموقعه في المرتبة الثانية بعد النهضة وقبل النداء هل يسمح بالجزم بأنه ولد ضامنا للمقعد الأول وربما الثاني في الانتخابات المقبلة لا ما زالت هناك معركة يعني إذا نظرنا إلى المسألة بأفق 2019 ما زالت هناك معركة لأن هذه الشضايا يمكن أن تتحول إلى كتلة داخل البرلمان بعد الانتخابات هذا يجب أن يفهم أظن فيه نقطة مهمة لماذا هذا الانقسام داخل ميدا تونس والتشضي بحسب الملاحظات الأولى يعني بالمتابعة الأولى بدأ لي أنه كل من ذهب مع هذا الحزب هم الذين لم يرثوا بشكل مباشر ثقافة ثقافة سياسية للتجمع الدستور الديموقراطي بينما لاحظ أن ندان تونس استعاد رموز الصحافة والإعلام الذين كانوا يشبرها نبسا ياسوب بنتيشا وغيرهم هؤلاء دائما يعطون للمشاهد تونس والمواطن التونسي والملاحظ يعطون له وجه التجمع القديم هؤلاء فروا الذين ذهبوا مع ياسوب بشاد هم يعني في السن يعني يعني متوسطين يعني في الأربعينات أغلبهم أو الثلاثينات و يبدو أنه إذا قمنا ببحث لم يكونوا ناشطين بشكل قوي في التجمع الدستور الديموقراطي بينما ندى تونس قواعده في الحقيقة التي يعول عليها لربع الانتخابات هي قواعد قديمة للتجمع وهذا الشيء الجديد لذلك هم يتكلمون عن تساترة وعن ديمقراطيين وعن وطنيين يعني لفلفت هذه المسألة في الحقيقة ينفس الشعارة على مستوى القاعدة الانتخابية أم حذق الممارسة السياسية و يعني إدارة العملية الانتخابية بكل ما يلزمها من لوجستيا ودعائيا وغير ذلك يعني كما لو أن القاعدة التي يعول عليها الآن هذا الحزب هي قاعدة متفتحة أو مستوعبة جزئيا لمطالب الثورة يعني يعني ديمقراطية يعني المشكلة الأساسي في نداء تونس أنه أصبح لا ديمقراطي بشكل يعني واضح ومفضوح ويذكر بتاريخ العائلة التي أزيحت من السياس فالأب وابنه الرئيس وزوجته طلب عليه الكثيرون أيضا لأنه وضع يده في يد حساب النهضة أيضا هذا لا يخفى على العحد ستدّي لك الأيام وما كنت جاهلا كما يقول وإن انتظر 2019 قد يتكرر هذا مع العزب الذي تقول قد يتكرر وقد لا يتكرر لكن أسليم العزابي وبن بن حمد صرحوا علنيا أنهم لا يتحلفون مع النهضة هل هذا مجرد شعار انتخابي أم فيما بعد للسياسة إكرهاتها هذا ننتظره فيما بعد لكن إذا في الانتخابات هذه الأحزاب الأربع المتشضية أو ثلاثة بقية منه تحالفت مع بعض المستقلين ربما الكفة تردد الحديث يطول العمل أمام هذا الحزب ما زال طيب دكتور نزار يعني ربما هنا أخرى ارتكب هذا الحزب وهو لا يزال يخطو خطواتي الأولى اتهامات بتسخير موارد الدولة ثم التزامن الأعلان عن تأسيسه مع ما روج عن أن يوسف الشاهد سعى لدى الاتحاد الأوروبي لرفع التجميد عن أموال صهر الرئيس المخلوع بن علي وهو مروان المبروك يعني تزامن غريب بالنسبة للتونسيين هل هناك أي علاقة بين الاثنين هل كانت خطوة غير محسوبة بالشكل الكافي يعني أنا نوافق معناها الدكتور مولدي في أن هذا اشتراء معناها لنفس الأشخاص وتموقع ربما لأشخاص مع جرعة معناها قليلة من الديمقراطية عند هذه الأشخاص ولكن عندما ننظر إلى الأفكار الأفكار معناها هي نفسها الأفكار مرسكلة ومعادة تكرارها وإذا ننظر نحن اليوم معناها ننظر الأسامي هي هي والأفكار هي هي إذا ننظر اليوم مثلا للتجارب المقارنة نشوف أنه معناها البلدان اللي نشحت نشحت بناس عندها قيادة عندها قيادات إذا اليوم ننظر أنا قراءتي معناها للموضوع هو أنه النهضة أوعزت ليوسف الشاهد أنه يمكن أن يكون مرشحة للمستقبل ويوسف الشاهد معناها لازم حزب وكانت الأعمالية بهذه الطريقة هذا قول الباجي خايت سبس وإنا قراءتي للموضوع هو هذا معناها ما نعتقدش أنه الناس هذه تحركت معناها من من لا شيء فراغ إذن هو اشتراء لنفس التموقع الجديد بتحالفات جديدة ولكن بنفس الأفكار ما أعتقدش أنه يوسف الشاهد اليوم يمثل الأمل بالنسبة لتوينسا لكن هل يعني حقيقة يقدم نفسه كخصم لحافظ قائد السبسي هل هو نوع من اللعب ربما على مشاعر التونسيين الذين يرغبون بشدة في القطع مع فكرة التوريث السياسي يعني بمعنى وهذا مدخل جيد ليوسف الشاهد مدخل جيد ولكنه كافي ولكن يوسف الشاهد عنده تقريبا سنتين معناها على سدة الحكم ولم ينجز اليوم مشروعية فم مشروعية الإنجاز ماذا أنجز يوسف الشاهد اليوم إذا تحب معناها نجيب واحد من حي التضامن ويشكيلك على الأوضاع الموجودة في تونس اليوم اليوم للشباب أصبح يأس اليوم معناها الشاب عنده حلين يهجرة غير شرعية أو يكمل معناها دراسته ويواجه الحقيقة المرة معناها للبطالة في السوق الداخلية وانخفاض الأجور و... حتى دراسة لم تعد بديهة دكتور نوردين عن علاقة النهضة نعود إليه وقد بدأتها منذ قليل مع الخصم الجديد كيف تنظر إليه في الحقيقة لم نسمع كثيرة غير نفي أن النهضة هي من هندسة ربما هذا الحزب ودعمت يوسف الشهد بفكرة إنشاء هذا الحزب يعني إحنا يمكن أن نقول أن النهضة فهمت طموح مثلا يوسف الشهد وتعاملت معه بذكاء بفراغماتية وذكاء ولكن هذه في نهاية الأمر البراغماتية السياسية وماذا تصنع هذه المصلحة في نهاية الأمر والحزب السياسي ليس هو حزب ملائكة إنما هو ناس يتفاعلون مع الواقع لكن أنا أقول أن هل أن إنشاء هذا الحزب في هذه الفطرة بالتحديد وفي ما يمر به ما تمر به الحكومة من أسوأ يوسف الشهد من تحديات على كل المستويات والتلويح بالإضراب العام من طرف التحاد العام تونسي للشغل هو ذلك الإضراب الثاني نعم الإضراب الثاني في فطرة وجيزة جدا هذا تاريخي هذا عام التاريخي أصلا هل أن هذا هو الوقت المناسب للإعلان عن حزب يمر بربما يعني من يمكن أن يترأسه يمر بأكبر التحديات الآن القول أنه ربما يوفر خيار ثالث أو طريق ثالث للتونسيين ممد دقاته وعملياته وواقعيته الناخب التونسي ذكي الناخب التونسي واعي الناخب التونسي له الآن من الرصيد ومن الوعي بعد ثمانية سنوات من الثورة يعرف من يختار والناخب التونسي صار عنده وعزوف واضح من السياسيين ومن الطبقة السياسية نحن نعرف أن انتخابات مقاطعة مقاطعة الانتخابات البلدية كانت خير دليل كان فيها ما لا يقل على ثلاثة زائد مليون ناخب 2018 مليون فاصل مليون فاصل ثمانية بالضبط تقول الإحصائيات ماذا سوف تكون عليه الانتخابات القادمة التشريعية في 2019 خليفة 2019 ربما تكون مليون أو مليون ونص إذن هذا عقاب واضح من طرف الناخب التونسي من يستفيد من عنوعي دبتا الميليدي لا أعتقد أن هناك مستفيد لا أعتقد أن هناك مستفيد يمكن أن نقول الكتلة الأكثر لكن الانتباع السائد تقريبا شبا قناعة بأن النهضة هي الحزب الرابح من تشكل الوضع بهذا الشكل لأن قاعدتها تقريبا ثابتة لا تتغير وتنظيمها عالي المستوى قد يتغير الوضع بالنسبة لبقية الأحزاب ولكن ليس بالنسبة للنهضة ولكن هذا خلينا نقول ربح مؤقت هل هذا هو الربح الاستراتيجي؟ طبعا لا أنا أعتقد أن خيار تونس هو خيار توازن بين أحزاب متماسكة على الأقل ثلاثة أحزاب متماسكة كانت نداء تونس كانت تحية تونس كانت النهضة كانت أي حزب من الحزاب الأخرى ولكن هذا هو خيار تونس المفروض الاستراتيجي يبدو أن في خلال هذه السنة لن نشهد هذا التوازن يمكن أن تحدث عنه أن هناك حزب اسمه ألف وحزب اسمه سين يمكن أن يتقاسم مقاعد البرلمان ويحث توازن داخل الحكومة أنا أعتقد أن ستكون هناك تحدي للنهضة نفسها إذا فاز في الانتخابات القادمة لأن النهضة حسب ما أعلمه وحسب ما نقرأ هي ليست طارحة على نفسها أنها ممكن تتسلم رئاسة الدولة ربما هذا خط أحمر أنا أعتقد فلذلك ليس من مصلحة النهضة أنها تفوز حتى بالأغلبية في الانتخابات القادمة ولا حتى من مصلحة تونس ولكن مصلحة أن تظل شريكا في الحكم أي أن كان الحزب المشارك بالضبط أعتقد هذا هو الخيار الاستراتيجي الذي ينبغي أن تلعب عليه النهضة وتساهم في نوع من الاستقرار السياسي داخل المنظومة خلينا نقول العائلة الدستورية أو أي عائلة أخرى من الأحزاب السياسية الناشئة ليمكن أن يكون عندها حضور في البستقبل لكن هي نقطة قبل أن نمر يعني أنا أعتقد أن تحدي واضح جدا ليوسف الشاهد لو تزعم رئاسة هذا الحزب في المستقبل لأنه هو مربوط لدى الذهنية التونسية بفشل الحكومة الآن والفشل عنده أبعاد متعددة لا أقل هو الفشل في إدارة دول سنسأل عن الأسماع من باب الفضول من إذن أقرب إلى زعامة هذا الحزب والله هذا سؤال لا أستطيع إجاب عليه دكتور مولجي يعني بعد أيامات سنعرف ولكن أظن أنه يوسف الشاهد الحقيقة ولكن تعليقا على موضوع النهضة أظن أن هذا ستقذي وقتا يعني حتى تتبين خط الخيط العبيد من الخيط الأسود في موضوع هذا الحزب الجديد لأنه يمكن اتهامها بأنها شجعت على القيام بذلك عندما رفضت إزاحته في فترة معينة بطلب من رئيس الجمهورية وساندته فهذا الموقف تعلق بها وأصبحت كما لو أنها تسانيج وربما تسانيجه معنويا لكن هل تخلت عن شرط عدم ترشيح يوسف الشاهد نفسه لأي منصب سياسي لتقدم له الدعم علي العريض القيادي في النهضة قال أن هذا الشرط لم يعد له أي معنى ولم يعد قائمة ماذا يعني ذلك يعني ذلك أن يوسف الشاهد حر وله حزبه ويستطيع أن يتقدم وتقدم له الدعم رغم خرق هذا الشرط أظن أنها ستقضي فترة في التقييم في التأمل في التأمل والتقييم لأن المسألة ليست بهذه السهولة سنعود إلى النقاش ونستكمله حول الشأن السياسي التونسي بين تأسيس حزب جديد وتنامي الاحتجاجات بعد فاصل قصير أرجو أن تبقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدين وهذه الحلقة من تقدير موقف نناقش فيها الحراكة السياسية المتصاعد في تونس بين الأعلان عن تأسيس حزب تحية تونس المحزوب على رئيس الحكومة وبين تزايد وطيرة الاحتجاجات الشعبية قبل انتخابات أواخر هذا العام دكتور نزار جويني مع هذا الحراكة كما أشرنا مفاوضات متعثرة أضراب عام معلنه ونفضه بالفعل الاتحاد العام تونسي للشغل ويلوح بأضراب ثاني قريبا المؤشرات إلى حد الآن إلى ما تحيل إلى انفراجة ربما قريبا أم إلى مزيد من التأزيم طبعا المفاوضات هذه المفاوضات معناها بشتخذ الوقت اللازم ولكن أنا أعتقد أنه لن يكون هناك معناها انفراج بالمعنى الكامل بالمعنى الكامل للكلمة لأنه اليوم مفاوضات في التعليم غدا مفاوضات في الصحة بعدها مفاوضات في النقل مفاوضات بالقطاع يعني قطاعية قطاعية يعني الأزمات ستطول مع الاتحاد لأنه كما نرجع للمثال ربما لحكينا عليه معناها الموارد الموجودة في تونس لا تكفي ويجب التفكير كيف نرفع الموارد هذه للمستقبل الآن كل الناس تلوم الاتحاد ولكن أنا رأي أنه الاتحاد قايم بدوره وربما الاتحاد قاعد يرفع في نقوس الخطر للحكومة هذه ويشير لها أنه هناك مشكلة إذن ما يلزمنا نتهم الاتحاد الاتحاد يقوم بدوره كما أيضا الحكومة وقعيتها السياسية ومواردها الموجودة هي أيضا عندها حق تقول والله عندي إلا الموارد هذه إذن كل واحد عنده حق حتى صندوق النقد الدولي عنده حق لأنه هو أيضا مؤسسة لا يريد أنه يسترجع نقوده إذن لازم نقعد مع بعض ونفكر كيف الحل والحل أنا رأي هو أنه بناء المشروع للمستقبل يعني أنا اليوم هذا على المدى البعيد ما يحدث الآن دكتور نزار جويني يعني الاتحاد العام التونسي للشغل يبدو كأنه لم يعود خصما للحكومة فقط بل لقطاع واسع من التونسيين وتابعنا يعني المظاهرات والاحتجاجات التي طالت مقر الاتحاد نفسه يعني هل كأنه التونسيون هم الذين من يعوض الحكومة الآن في المواجهة مع الاتحاد هو معناها الثقة فقد الاتحاد فقد الثقة مع الحكومة وأيضا الاتحاد عنده مطالب وعنده معناها هناك أيضا معناها عنده انتخابات وعنده قاعدة شعبية تضغط عليه وأيضا الحكومة أنا رأي معناها اليوم لما تخاطب الاتحاد يقول لك والله عندي ملفات فساد والحكومة ليس قايمة بدورها في ترشيد الموارد إذن كل واحد عنده خطاب عدائي تجاه الآخر أنا رأي ومبررات ومبررات الحل هو أنه يجلس مع بعض وأعتقد أنه بدأ الانفراج لأنه في المحادثات الأخيرة هناك حلحة للأزمة ما بين الاتحاد وما بين الحكومة ولكن أعتقد أنه الحلحة هذه هي ظرفية هي ليست حلحة يعني طويلة المدعى إذا نحب يعني اليوم لازم يفهم الشعب التونسي أنه الحكومة يجب أنها الآن تفكر للمستقبل نحضر معناها الاقتصاد للتونسيين لأبنائنا ليس لنحنا نحنا خلاص وفي وقتنا المفروض أنه نفكر في أبنائنا إذا اليوم التونسي حب ينزل على زر يضغط على زر ويحسن الاقتصاد هذا لا يوجد حل سحري لازم تنظر للمستقبل لازم العمل الآن لنحن على الأقل على المدى المتوسط يمكننا أنه نحلحل الأمور في الصحة في التعليم اليوم نسأل الحكومة وين إنجازات الحكومة هذه النقطة نقطة ضعف الكبرى لدى الحكومة والأحزاب دكتور ميلادي مثلا هذا الحزب الجديد تحية تونس لم يطلع تونسيين على أي برنامج اقتصادي أو رؤية إصلاحية يعني بماذا يقدم نفسه خلص خلصنا من الحكومة وإنجازات صفر كما يردد التونسيون ما الذي يمكن تقديمه لوقف حراك الاتحاد العام التونسي للشغل الذي أصبح كثيرون يرون فيه ربما قوة سياسية منافسة على الساحلات يعني هو لا يشك في أن لا يختلف اثنان في تونس في أن الاتحاد العام التونسي للشغل هو منظمة عريقة ينبغي المحافظة عليها وهي هيكل وجسم يدافع على الطبقة الشغيلة بكل أطيافها في المجتمع وهذا رصيد مهم للشعب التونسي والدولة التونسية حقيقة نحن نفتخر بها في تونس مقارنة ببعض الدول العربية التي تقل فيها دور النقبات لكن الإشكال في اعتباري وبالخص بعد الثورة المتابع لنشاط الاتحاد قبل الثورة في عهد بن علي يلاحظ أنه يختلف اختلاف كبير جدا أنا أقول أن لم يراعي الاتحاد العام التونسي للشغل في زعاماته المختلفة بعد الثورة وفي مراحل المختلفة مصلحة تونس ومصلحة الثورة أنا في اعتقادي تم توظيفه في بعض الأحيان حتى ممكن أزعم إديولوجيا ربما حتى تعطيل عمل بعض الحكومات إذا أخذنا من وقت حكومة التروكة إلى الآن ننظر أن تونس الآن تحتاج إلى التنمية وعصب التنمية هو الاستقرار في العمل أن تتوقف في فترات سابقة مصانع الفصفات أن تتوقف الكثير من المعامل وما إلى ذلك أن يجر الاتحاد تونس كلها إلى إضراب عام هذا أمر تاريخ لم يحدث أظن منذ 73 أو 74 حسب 78 حسب ما نذكر إذن هذه سابقة تاريخية قام بالاتحاد أنه في اعتباري لم يأخذ بعين الاعتبار الصيرونة التي تمر بها تونس في هذه المرحلة هذا أولا طبعا درجة التدهور التي بلغها الاقتصاد التونسي ليست أيضا بنفس مستوى رد الفعل التي حاد لعم تونسي هذا لا يعني أن الحكومة الحالية أو الحكومات السابقة لم تكن كذلك بدورها الدور المميز فيما يتعلق بإدارة عجلة الاقتصاد وبإدارة عجلة التنمية طبعا هناك تقصير واضح وفي بعض الأحيان فشل واضح ولكن لا يعني أن يتم زج الاتحاد بنفسه في معارك صارت ربما نقول أنها معارك سياسية بامتياز ما يحدث الآن ليس له أي تبريء أنا في اعتقادي يعني نحن ندافع عن الطبق الشغيل ندافع عن المعلمين ندافع عن أساذي ندافع عن كل أطياف المجتمع في تونس ولكن هل منظم مصلحة تونس الآن أن يدعو الاتحاد وفي ظل الوضع السياسي المتأزم إلى إضراب عام آخر يوم 25 يناير وما إلا ذلك طبعا هذا أنا أهدد يعني هو تهديد إلى حد حتى يحصل على ما يطلبه ما تحتاجه تونس أنا في اعتقادي هو أنه يعني ونحن ننتظر يعني الاستحقاق الانتخابي القادم إن شاء الله في الخليف الجاي نحتاج إلى عقول تفكر وإلى استقرار اقتصادي نحتاج أن المواطن التونسي تعاد له الثقة في الطبق السياسي في الاتحاد العام تونسي وما إلى ذلك شوف يعني احنا كلنا عايشين في الخارج ولكن ننزل إلى تونس الذي ينزل إلى تونس الآن وأنا نزلت في الإجازة الفارغة لا أعتقد أن الأولياء عندنا في الوطن القبلي وأنا من الوطن القبلي لهم يعني رضا عما يفعله الاتحاد بل بالعكس أنا أزعم وأسمعت أن كثير من المعاحد الثانوية تحدت قيادات الاتحاد تحدت قيادات الاتحاد وعادت إلى فإننا نحن نتحدث عن طبق عن مؤسسة شغيلة مظاهرة أولياء غاضبون التي خرجت الجمعة الماضية هل هي دليل على تحول الغضب إلى الاتحاد بدلا يكون للحكومة كما كان يفترض يعني شوف هو الوضع مركب ولكن لا شك في أن لا أعتقد أن هناك رضا عام من طرف الأولياء على مستوى تونس من الشمائل إلى الجنوب حول دعوة إلى إضراب عام هناك اتهامات بتسييس الحراق هناك تهديد هناك تهديد بصنة بيضاء هناك تهديد هناك تهديد بصنة بيضاء ومن أكثر من طرف دكتور في هذا السياح في هذا السياح يعني خلينا نكون واضحين هل مؤسسة الرئاسة تدعم الاتحاد العام التونسي للشغل وتستعمله ضد الحكومة وضد يوسف الشاهد تحديدا خصم الرئيس الباجيقات السبسي اليوم تستفيد من هذا ولكن لا تتحكم في قرار الاتحاد العام التونسي للشغل شوف نحن الآن وصلنا إلى مربط الفرس في الحقيقة بطرح موضوع علاقة هذا الحزب الجديد الذي أعتقد أنه سيدة رئاسه يوسف الشاهد وصلنا إلى النقطة الأساسية وهي مصير هذا الحزب في انتخابات 2019 مرتبطة بالاتحاد العام التونسي للشغل وبما يسمى الدولة العميقة وفسر هذا بسرعا الاتحاد العام التونسي للشغل يعطي لنفسه وظيفة مزدوجة هي التالية الدفاع عن حقوق الشغالين ومراقبة الحكومة في خياراتها الاستراتيجية في الوقت الحاضر الاتحاد العام التونسي للشغل عنده بسبب البرلمان يقوم بهذا الدول والاتحاد هي نقابة وليس حزبا سياسيا أو هو برلمان موازي لم أقاطعك هذا التقليد ليست مقاطعة دكتور موازي تفاعل هذا التقليد يعني يوسف شهد يجب أن يفهم هذا التقليد التاريخي في الاتحاد العام التونسي للشغل وهو مؤسس هكذا يعني في الأساس اللي قائم عليها قائم عليها هذين العنصرين يتحتم عليه أن يوسف الشهد الآن عنده تحدي الاستجابة إلى مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب تدهور القدرة الشرائية للشغالين وعنده النقطة ثانية التفاوض مع الاتحاد فيما يخص الخيارات الاستراتيجية التي ستكون لها نتائج ربما الاتحاد يقدرها سلبية على الشغالين ويوسف الشهد له علاقة بالممولين في الدوليين الجانب الثاني في العقدة واللي سميته بالدولة العميقة هو أن من الشروط التي يضعها الاتحاد العام التونسي للشغل ويفكر في أنها ممكن تحلنا المشكلة هي مقاومة الفساد مقاومة الفساد تعني أن حكومة يوسف الشهد تسير في هذا الاتجاه إذا سارت في هذا الاتجاه رفع تجميد عن أموال شخصية مثل مروان المغلوك بكل ما تستحل في ذن التونسي رمزيا بداية سيئة ولهذا إذا حكومة يوسف الشهد حلت هذه المشكلة بأقل الخسائر مع الاتحاد العام تنسي للشغل قد يكون لها شأن في 2019 وهذا عنده نتائج على موقف النهضة من هذه العملية إذا لم تحل هذه المشكلة وقامت بهذا الفعل السيء أن هناك من هو متهم بالفساد ويفلت من العقاب فإنها لن تنجح في ذلك وهذا هي الأساس في هذه القضية أن يتحول الاتحاد العام تنسي الشغل إلى مؤسسة رقبية كما تفضلت وذلك أنا تفعلت معاك جميل أن يتحول إلى مؤسسة رقبية هو خرج عن دوره التاريخ لأن تونسيين لم يعود يثقوا في حملة مكافحة مكافحة التسادي الفاسدين وهذا ما يميز وهذا هو دور البرلمان وينبغي للناخب التونسي أن يقوم بالضغط على الأجهزة والمؤسسات الرقبية الحقيقية في تونس وهي البرلمان أنه مؤسسة رقبية بهذا المعنى فإنه ينبغي ينسجل نفسه حزب سياسي وخليه يعمل توازن في تونس يكون ينافس الأقطاب الكبيرة إنه تونس والنهضة وتحية تونس وما إلى ذلك ويسرع أن حزب آخر اسمه الاتحاد العام التونسي للشغل هذا هو لما يقحم نفسه أي نقابة شوفها حتى في الدول الغربية الراقية أيوة نحن مش كدول الغربية أنا أول حاجة نحن نرجع لنقطة بصراحة سينوردين أنه تقول الاتحاد معطل عجلة التنمية في تونس هذا جور على الاتحاد أنا رأي الاتحاد يمارس في دوره وفي دوره يساهم في ولم أقول عطلة يساهم في تعطيلها بالإضربات إضربات الفصفات التي كلفت الخزينة التونسية المليارات هي مثال بسيط وقلت بفايل كثير وانت اقتصاد متعرف هذا الاتحاد قاعد يقوم بدوره ولازم الحكومة تتلقى الرسالة للاتحاد نقوس الخطر يعني ما فيش طريقة أخرى أن نقول والله الأوضاع وصلت إلى ما قالت إليه معناها التونسي اليوم عنده مشكلة في المعيشة الأسعار غالية الحلم للتونسي توقف أصبحنا كنا الأفق كنا نعانيه معناها في إذا تساهم في إخفال المصانع يعني تفهم في إخفال المصانع هذا الإصاب الإضربات اللي وقعت خلال حكومة الترويكا دعني أقول لك الحل الإضربات اللي خرافية كانت خلال حكومة الترويكا وكانت بالمئات ولم تقع في تاريخ تونس هذا الاتحاد خلال فترة بن علي لم يكن يتحدث أو حتى يشاكس النظام في أي شيء وهذا معروف مش فقط الاتحاد كل الأحزاب اللي موجودة الآن ما كانتش في عد بن علي المقارنة هذية ما عندهش معنا اليوم لما نخطب ونحن الاتحاد الاتحاد قاعد يقوم بدور رقابي قل لي البرلمان يقوم بدور رقابي دكتور نزار يعني اللوم على الحكومة ومؤاخذتها بأنها تقريبا متساهلة جدا ومنبطحة لشروط صندوق النقد الدولي يعني هل هو تقييم واقعي في الظروف الاقتصادية الحالية التي تعيشها تونس يعني غياب الاستثمار الأجنبي تراجع المقدورة الشرائية للتونسيين تراجع الانتاج المحلي أيضا والصادرات كل هذا هل يمكن الحكم على الحكومة بهذا الشكل المشكلة لا يوجد مع صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي هي مؤسمة لي ونذكر تونسي الكتلة الأجور وكتلة الموظفين هو هذا الشرط الرئيسي لصندوق النقد الدولي الصندوق النقد الدولي نذكر التونسي أن تونس هي اللي راحت لصندوق النقد الدولي اثنين الصندوق الدولي يعطيك حل وقتي ما يعطيك حل جذري للاقتصاد لازم التوانس يفهموا أن الصندوق يعطيك فسحة من الأمل بيش تحسن أوضاعك بيش ترسم الخطط بيش تنمي اقتصادك الصندوق النقد الدولي مش يعطيك معناها الخطط جاهزة والحلول السحرية أنت تخدم هو حلك المشكل في وقت وجيز وفي تونس حاجة للأموال لتمويل الاقتصاد هي حلة الضائقة بالنسبة لتونس الآن على التواسع بشروط مشحفة في كثير من الأحيان هي عقل شروط المشحفة في السوق الدولي يعني إذا راحت تونس للسوق الدولي وأخذت معناها أموال بيش تكون تكلفتها أعلى اسمحني فقط تذكر يعني كثيرون من تمثل بالنسبة إليهم الثورة تونسية ذكرى جميلة وحدث فارق يطلبون شيء من التسامح والمرونة مع هذه تجربة مع تونس تحديدا وألا تعامل كما تعامل دول أخرى مثل مصر كان في شيء من المرونة خاصة مع النموذج التونسي وسندوق النقد الدولي سهل بعض القروض خلافا لدول أخرى وكانت بعض تونس لم تحقق الشروط والقروض صورفت يعني كان هناك نوع من التساهل مع تونس ولكن نرجع الإشكالية مش مع صندوق النقد الدولي الإشكالية في أن تونس حذر الخطط للمستقبل وتسرع في الإنجاز أنا نتفكر قبل الثورة كنت نشتغل في البنك الأفريقي وكان زملائي في البنك الأفريقي يقولون عجبا لتونس معناها الحظيرة تقعد أسابيع تبدأ وتوفى اليوم لا مشروع في تونس مشروع كبير يهز مع حلم التوانس اليوم وصلنا على حلم الناس في المدرسة والناس اليوم معناها ينهي شهاته الجامعية لا يستطيع يعمل دكتورها في الخارج لأن التعليم انحدر في تونس اليوم الذي كمل شهاته في التعليم الثانوي لا يستطيع يدخل الجامعة وهكذا معناها قضينا حتى على حلم الشباب هذه الناس التي تدرس الناس التي لا تدرس نعرف الحلم أنها تسافر بطريقة غير شرعية أنا أعتقد أن تونس اليوم هي خارج منظومة العالمة معناها وأكبر دليل على هذا الناس التي تهاجر اليوم حتى معناها التي عندهم شهائد عليا وكذا هم رافضين أن يخرجوا من منظومة العالمة تونس اليوم خارجة تماما من الخريطة الانتاجية العالمية حتى نتقدم قليلا في نقاش دكتور مولدي وقبل أن نغلق هذا المحور زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي حضر منتد دافوس ووجه رسالة مباشرة إلى صندوق النقد الدولي وحضر من الضغوط والتي أيضا بنظري قد تؤدي الانفجار الوضع بشكل كامل هذه رسالة هل ستصل عندما تصل إلى من هي موجهة إلي إلى صندوق الدولي إلى صندوق النقد الدولي والدائنين الدوليين شوف يعني تصل لا تصل الممارسة السيد رجل الممارسة سياسية نتائجها تعود على حزب النهضة أو إذا فشلت أو إذا ربحت شيئا إذا ربحت تعود على جميع البلاد لكن في الحلين هو ربح لأنه يقدم نفسه على أنه عندما يتكلم باسم تونس في الخارج لا يتكلم باسم حزبه إنما يتكلم بالنسبة لمصلحة الجميع وهو محقم في ذلك وهذه سياسة مقبولة ومعقولة ولكن عمليا بالحساب السياسي هي من أجل أن ربح صورة الله صورة المحتمل المحتمل يعني أنا مش فهم ما معنى التساهل هل يطلب مننا صندوق النقد أنه ما يرجعش أموال أو شو معنى التساهل لا في فترة سباد يعني التمديد مثلا في فترة سداد الدول فترة السداد محسوبة يعني هو صندوق النقد الدولي مدحجر تكون رلاتيف يعني نسبية تكون نفسها بالنسبة للجميع هي أنا معناها الحل مش أنه نادي صندوق يعني أنا قلت أنه صندوق النقدي هو تساهل من ناحية أنه صرف القروض من غير أنه تونس تبلغ بعض الشروط أنت سيحسب عليك أنا بيصدد القول أنه يعني من نهم نفسنا أنه والله صندوق النقد الدولي بشي تساهل معنا وشي القول حل طيب أخيرا وسط كل هذا دكتور نوردين الميلادي التجربة الديمقراطية التونسية الملهمة هي في مأمن من الأخطار إلى حين الوصول إلى الانتخابات المقبلة نهاية هذا العام وهي انتخابات حاسمة في اعتقاد الكثيرين نأمل كذلك الذي ينظر من الخارج لتونس ينظر لها بعيون إيجابية ونحن نشهد ما يحدث في العالم العربي أو حتى في دول أوروبية الآن ديمقراطية عريقة ننظر ما يحدث في فرنسا منذ أشهر الآن فيما يتعلق بإضرابات السترات الصفراء أنا أعتقد أن كما ذكرت في البداية المشهد السياسي في تونس في تفاعل متواصل ولا أعتقد أن سنصل إلى تونس ستصل إلى مرحلة الاستحقاق الانتخابي في الخريف الجاي لا شك في أن سيكون هناك رابحون وربما بعض الذين لم يتمكنوا من الربح بشكل جيد خاصة من داخل العائلة الدستورية والتفاعل الذي يحدث فيها وربما نشهد كذلك بروس حتى حزاب أخرى مفاجآت يعني أكثر أكثر مفاجآت فرنسا في الانتخابات الماضية مفاجآت الانتخابات الرئاسية الفرنسية الماضية هي أكبر دليل على أن المجتمعات في مراحل معينة ربما تختار من خارج الصندوق أو من خارج السياق فربما ستبرز قيادات والسيجما تحتفظ بمفاجآتها دكتور مولدي الأحمر سمعنا أكثر من مرة رئيس الباجي قائد السبسي ينتقد بمرارة وبشدة تجربة السلطة التنفيذية برأسين وبرلمان غير متجانس وما يسمى بالسياحة الحزبية هل يشي هذا ربما بتوجه نحو تكريس نظام رئاسي مستقبلا هناك من يدعو إلى هذا الاتجاه وهناك من يذكر بالتجربة السيئة التي عاشتها تونس وإذا هذا الأمر إلى حد الآن هو موضوع نقاش في تونس هناك من ما هو معه وهناك من لا يسيره ولكن بيودي أن أقول أنه بالنسبة لسنة 2019 بدخول هذا الحزب الجديد اللي هو شضية من شضايا ندى تونس أظن أن سنعرف يعني ربيعا وصيفا ساخنين بسبب الخصومات التي ستقع ومحاولة الاستلاء على القاعدة الانتخابية وهي واحدة بين جميع هذه الأحزاب وهذا سيجعل الأمر ربما يعقد الأمر قليلا ولكن عندما ننظر إلى أنفسنا بشكل موضوعي نعتبر أننا نتقدم بحطوات الانتخابات ليس ببعيد على كل شكرا لحضوركم في الختام مشاهدين لا سعوني إلا الأشكر ضيوفي هنا في السيديو الدوحة الدكتور نزار جويني مدير قسم السياسات العامة وأستاذ الاقتصاد بمعهد الدوحة لدراسات العليا الدكتور المولدي الأحمر أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بمعهد الدوحة لدراسات العليا ودكتور نور الدين الميلادي رئيس قسم العلام بجامعة قطر والشكر موصول لكم شكرا لمتابعتكم أترككم مع بعض المقتطفات لأبرز ما تفضل به ضيوفنا في هذه الحلقة هذه تحية لكم أينما قط هذا الحزب هو أشذية الرابعة في نداء تونس هو ولد بدون أسس ليس له قاعدة نظرية ولد بدون قيادات واضحة لم يكن له مؤتمر تأسيسي لحد الآن النهضة أوعزت ليوسف الشاهد أنه يمكن أن يكون مرشحة للمستقبل ويوسف الشاهد معناها لازم حزب وكانت العملية بهذه الطريقة المشكل الأساسي في نداء تونس أنه أصبح لا ديمقراتي بشكل واضح ومفضوح ويذكر به تاريخ العائلة التي أزحت من السياسة تحدي واضح جدا ليوسف الشاهد لو تزعم رئاسة هذا الحزب في المستقبل لأنه هو بربوط لدى الذهنية التونسية بفشل الحكومة الآن اليوم لما تخاطب الاتحاد يقول لك والله عندي ملفات فساد والحكومة ليس قايمة بدورها في ترشيد الموارد وفي إذن كل واحد عنده خطاب عدائي تجاه الآخر مصير هذا الحزب في انتخابات 2019 مرتبطة ب علاقته بالاتحاد العام تونسي للشغل وبما يسمى الدولة العميقة ينبغي للناخب التونسي أن يقوم بالضغط على الأجهزة والمؤسسات الرقبية الحقيقية في تونس وهي البرلمان وإذا كان أنا أرى إذا كان إذا يرى في نفسي الاتحاد أنه مؤسسة رقبية بهذا المعنى فإنه ينبغي نسجل نفسه حزب سياسي لا ينافس الأقطاب الكبيرة يدعى تونس والنهضة والدحية تونس فما إلا ذلك ويسرع أن حزب آخر اسمه الاتحاد العام التونسي بالشغل